بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء وبناتي تلميذ الصف الرابع الابتداء في حل الاختبار الثاني من اختبارات سلاح التلميذ علوم الفصل الدراسي الثاني على المفهوم الثاني عن الوقود تابعوني على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد نبدأ مع بعض حل الاختبار الثاني هل سؤال الأول ألف ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة واحد يستمد الوقود الحفري طاقته من الرياح طبعا هذه العبارة خطأة اتنين جميع بقايا الكئنات الحية تتحول إلى نفط لا طبعا هذه العبارة خطأة رقم ثلاثة نستطيع توليد الكهرباء بمصادر طاقة أخرى غير الوقود الحفري طبعا هذه العبارة صحيحة طبعا هو زي أولد الكهرباء من الطاقة الشمسية من الرياح من المياه رقم أربع الطاقة المتجددة هي الطاقة التي يمكن تعويض ما نستهلكه منها في وقت قصير هذه العبارة صحيحة ننتقل إلى السؤال رقم بي يعتبر الفحم من مصادر الطاقة غير المتجددة ما السبب؟ نقول إيه؟ لأنه يستهلك بمعدل أسرع من إمكانية تكوينه من إمكانية تكوينه ننتقل إلى السؤال رقم اتنين اختر الإجابة الصحيحة مما يلي واحد أصل تكوين النفط هو أنا المفروض الحاجات دي معلومات أساسية اللي يازم أكون أعرفها أصل تكوين النفط هو الكائنات البحرية الكائنات إيه؟ البحرية اتنين الماء مصدر طاقة أقول له طاقة متجدد الماء مصدر طاقة متجدد تلاتة يسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض طبعا معروفة الاحتباس إيه؟ الاحتباس الحراري هو اللي بيسبب إيه؟ ارتفاع درجة حرارة الأرض أو التغيرات المناخية السؤال الرقم دي الأمطار الحمضية تسبب تآكل المباني إيه سبب تكوين الأمطار الحمضية؟ أقول له إيه؟ أقول له حرق الوقود حرق إيه؟ وارتفاع نسبة غاز ساني أكسيد الكربون في الهواء ده بالنسبة للسؤال إيه؟ الأول السؤال رقم اتنين حدد ضررا آخر تسببه الأمطار الحمضية؟ فيه ضررتين بتسبب الأمطار الحمضية؟ طبعا تغير الطبيعة الكيميائية للتربة وتآكل المباني يعني دي حاجة ودي حاجة طيب السؤال رقم تلاتة أكمل الجمل التالية واحد عند حرق الوقود الحفري في محطات الطاقة لتوليد الكهرباء ينتج طاقة نقط طبعا طاقة إيه؟ طاقة حرارية بتساعد على تكون البخار اللازم عشان يحرك التوربينات رقم اتنين من أسباب تكون الفحم في بطن الأرض تعرض النباتات المتحللة لعملين أو لحاجتين في بطن الأرض إيه هم اللي موجودين في بطن الأرض؟ الضغط والحرارة رقم تلاتة إذا أردنا استخدام نوع وقود من مصدر طاقة متجدد يمكننا استخدام إيه؟ ممكن نستخدم الوقود إيه؟ الوقود الحيوة لأن الوقود الحيوة مصدر طاقة إيه؟ متجدد رقم باق صل من العمود باق ما يناسب ما في العمود ألف ألف الدراجة والسيارة ألف تحتاج إلى وقود تستخدم أو تستخدم في التدفئة لا تحتاج إلى وقود هنوصل مع بعض الدراجة أقول له إيه؟ لا تحتاج إلى إيه؟ إلى وقود تبقى السيارة تحتاج إلى إيه؟ وقود بكده حبيبي ننتهي من حل الاختبار الثاني مادة العلوم والصف الرابع الابتدائي بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته